السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين من جديد في فيديو جديد وهذا الخبر ولكن في البداية عزيزي المشاهد ياريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك معنا في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلك دائما من الجديد تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد اختار يفيد بوك وحادث تصادم بين شاحنة نقل وتوبيس نقل ركاب بطريق الخارجة الدخلة بالقرب من مركز بلاط وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وإسعاف المصابين ونقلهم لتلقي العلاج بمستشفى الدخل العام والتي رفعت حالة التوارد القصوى لإسعاف المصابين وتحويل الحالات الحارجة إلى مستشفيات الخارجة وأسيط الجامعي وأعلن اللواء محمد الزمنوت محافظ الوادي الجديد ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم الأوتوبيس مع سيارة النقل في الدخل إلى 23 شخص وعدد المتوفين إلى 5 أشخاص وأعرب اللواء محمد الزمنوت عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث التصادم الذي وقع بطريق تنيدى الدخل أمس دعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم زويهم الصبر والسلوان وأوضح الزمنوت أنه تم نقل 23 مصاب إلى مستشفى الدخل العام وخمسة متوفين إلى مشرحة المستشفى من خلال الدفع بعشرين سيارة إسعاف إلى موقع الحادث كما تم الدفع بسيارة نقل دم وبلازمة لتأمين احتياجات المستشفى من أكياس الدم وجاري إسعاف المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم ووجه اللواء محمد الزمنوت محافظ الوادي الجديد برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الخارجة والدخلة لاستقبال مصاب حادث التصادم والذي وقع مساء اليوم بالكيلو 65 بطريق تنيدى الدخلة بين اتوبيس نقل عام وسيارة نقل سقيل وانتقل المحافظ يرافقه مدير أمن المحافظة ومسؤول الصحة والإسعاف إلى موقع الحادث مؤكدا أنه تم الدفع بالسيارات الإسعاف وزارة الصحة ومحافظة أسيوط لتقديم الدعم اللازم للمصابين وجاري نقل المصابين لمستشفى الدخل المركزي ورفع أثار الحادث والوقوف على ملابساته هذا وقد توفد العشرات من أهالي مركز الدخلة في الوادي الجديد على مستشفى الدخل العام للتبرع بالدم لإنقاذ مصاب الحادث الأليم وفي النهاية بشكركم مشاهدين ونسأل الله عز وجل أن يرحم شهداء هذا الحادث الأليم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين شكرا لكم مشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته